موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا بكم إلى المشرى الرئيسية إلى العنوي موسيقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتلقى التهاني من نظره المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك موسيقى الوزير الأول عبد العزيز جبراد يؤكد أن الجزائر استطاعت تكوين جبات وطنية حقيقية لمواجهة كورونا فيروس موسيقى حملة وطنية للتحسيس بأهمية ارتداء الكمامات الوقائية والتلفزيون يرافق الحدث في يوم مفتوخ يرصد مجريات العملية عبر ربوع الوطن موسيقى موسيقى مات وتسعون إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتماثل مات وأربع وتسعين مصابا للشفاء وتسجيل سبع وفيات رحمهم الله موسيقى لجنة الأهلاء تلتأم اليوم في ليلة الشك برصده لليشوال والتحضيرات جارية ببشار لاستقبال عيد الفطر المبارك وسط أجواء من التضامن والتكافل موسيقى بداية تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من أخي رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي هندأ فيها بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري دوام الخير والازدهار وبدوره شكر سيد الرئيس نظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي معربا له عن أطيب تمنياته ولشعب مصر الشقيق عيدا سعيدا في ظل مسيرة التقدم والرخاء خلال زيارة مجملة قام بها إلى مقر عمل لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على ضرورة التحلي بالواعي والالتزام بالإجراءات الوقائية ووضع الكمامات تفاديا لانتشار فيروس كورونا جراد أكد أن الجزائر استطاعت تكوين جبهة قوية لمجابهة الفيروس بفضل تضافر جهود الجميع بسم الله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء أنا سعيد بلقائكم كان في الحقيقة هذه زيارة محبة وأخوة لهذا المجلس العلمي موقر المكلف من أحسن نخبة من أطباء في وطننا وهذا شرف لي أن ألتقي بكم أريد فقط في كلمة موجزة أن أؤكد لكم بأن اليوم كان يوم وأنتم تعلمون ذلك وطني من أجل تعبئة المواطنين في 48 ولاية لتوزيع الكمامة على المواطنين انطلقنا من توجيهاتكم الرشيدة حقيقة استعمال الكمامة هو مرحلة مهمة ومنعرج في محاربتنا لهذا الوباء نجحنا في التحدي الأول وهو التحدي الفحوصات للتست التحدي الثاني الذي نجحنا فيه هو التحدي الأدوية استعملنا لدروكسي كلوروكيد فالحمد لله كانت تجربة مهمة جدا ونجحنا فيها وسننجح إن شاء الله في التحدي الثالث وهو استعمال الكمامات على المستوى الوطني من طرف المواطنين المرحلة هذه نراها مرحلة مهمة بتوعية مواطنين وبدون المواطن وتوعية المواطن ربما يبقى هناك خلل فالعمل الصحي عمل نجح مئة بالمئة وبهذه المناسبة أحيي كل الأطباء وخاصة الشباب منهم على مستوى القطر الوطني في كل المستشفيات سواء كانت مستشفيات الجامعية أو المستشفيات الأخرى في كل المدن الصغيرة فعملهم كان عمل جبار عمل مهم نترحم على الضحايا من العائلة الصحية كما نترحم على كل ضحايا هذا الوباء كذلك أريد أن نحيي كل الأعوان الإدارة على مستوى كل القطر الوطني كل أعوان الأمن على مستوى كل القطر الوطني بهذا التكامل بهذا العمل الجماعي بين الحكومة وبين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الجمعيات الأحياء الموجودة والذين تجندوا الشباب الذين تجندوا في الأحياء للعمل جاهدين في توزيع الكمامات اليوم ولكن توزيع كذلك الأغذية وتوزيع المساعدات الأخرى بمختلف أنواعها تمكننا من تكوين جبهة وطنية حقيقية ضد هذا المرض وهذه الجبهة الوطنية سفران انترناسيونال هو الذي يبشر بالخير فالإزمة تلد الهمة حقيقة وبالتالي سنخرج إن شاء الله من هذه المرحلة رافعين راية الوحدة الوطنية حب الوطن وحب الوطن من الإيمان طبعا أحيي الأسرة الصحية بمختلف شرائحها الأطباء الأساتذة الأعوان الصحة والشبه الصحي كذلك أريد بالملاسبة هذه أن أبلغ لكم تحيات سيد رئيس الجمهورية تحيات محبة وإخلاص وأخوة ونحن معكم في كل مراحل محاربة هذا الوباء أتمنى لكم عيد مبارك إن شاء الله وسنخرج إن شاء الله ناصرين من هذه المرحلة وشكر من جهتها وزير وصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أكد على أهمية احترام تدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العمومية أن هذه التضحية وعدم احتفال بهذه المناسبة الدينية كباقي السنوات الماضية يجب أن تبعث فينا حافزاً ودافعاً حقيقياً للتصدي لهذا الوباء في الآخير أود أن أتقدم بأسمى عبارات التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك لكل مهن الصحة بمختلف أصنافهم وأجدد لهم شكري وتقديري على كل المجهودات الجبارة وعلى كل تضحيات الجسام التي يقدمونها في هذه الظروف الصعبة من أجل خدمة مواطنين وضمان سلامتهم وعن مستجدات الوضع الصحي ببلادنا استعرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفاشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار استعرض الحصيلة بالأرقام والمؤشرات تسجيل 190 حالة جديدة يصبح العدل الجمالي 7,918 حالة أي بنسبة حدوث تقدر بـ 18 حالة لكل 100 ألف نسمة ونلاحظ أن 29 ولاية سجلت نسبة الحالات أقل من النسبة الوطنية لكل 100 ألف نسمة و18 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة ولاية الجزائر العاصمة صديف قسنطينة ومسيلة سجلت أكبر عدد الحالات خلال 24 ساعة الأخيرة ما يعادل 48% من العدد الإجمالي للحالات بما يخص الوفيات تم تسجيل 7 وفاية جديدة رحمه الله حالتين بيتي بازا وحالة واحدة بكل من لزائر العاصمة قسنطينة صديف تيارت ومعسكر وبهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 582 علما أن 66% من الوفيات تخص فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به عددها 13 ألف وسبعمية وثلاثين وتشمل الحالات المؤكدة حسب التحليل المخبري والحالات المحتملة حسب التحليل الأشعاء واسكانير فيما يخص الحالات التي تمثلت للشيفاء تبقى للمعايير المعتمدة وعددها يزداد كل يوم عددها وصل إلى 4256 حالة منها 194 تمثلت للشيفاء خلال 24 ساعة الماضية أما فيما يخص الاستشفاء هناك 31 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة إنخرطا في الجهد الوطني الرامي إلى حصر تفشي فيروس كورونا والحيلولة دون انتشار الوباء أشرف اليوم وزر التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلب بالتجارة الخارجية عيسى بكاي ومن سوق علم اللاحب العاصمة على انطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية ارتداء الكمامات وسط التجار والمواطنين ملك زجولي استحسن تجار سوق علي ملاح مبادرة وزير تجارة كمال رزيق لتوزيع الكمامات في إطار الحملة الوطنية وزير التجارة يكد أنه لا مناصة من إلزامية وضع الكمامات للقضاء على الوباء خاصة في الأماكن العامة والتي تعرف حركة تجارية كبيرة أردنا من هذه العملية هي تحسيس المواطن أولا على إجبارية حملة هذه الكمامة ثانيا وقاية كل شخص وقاية التاجر لنفسه وقاية المواطن والمستهلك لنفسه في نهاية المطاف ستكون وقاية جماعية وهذا ما نبتغيه وهذا شعار حملتنا وهي جزء من الحملات التي تقوم بها الحكومة من طرف مختلف القطاعات ويبقى وعي المواطن هو الأساس للقضاء على الوباء وعبر مختلف ولايات الوطنية متوزيع الكمامات وسط دعوات تحسيسية بأهميتها في حصر تفشي الفيروس والحفاظ على الصحة العمومية وسيلة بشارب انخراط المنقطع النظير من قبل المواطنين في الحملة الوطنية لارتداء الكمامات بشرق البلاد رسائل بالالتزام وأخرى بالامتثال بالإجراءات الوقائية من أقصى جنوب البلاد نحن راه فييدة كبيرة الدنيا راه في الخطر والله ما هي لعبة نشكرهم على هذه المبادرة وإن شاء الله نوصل الرسالة كل دار نعطوها كمامة ودائما بجنوبنا العزيز استجابة كبيرة لحملة ارتداء الكمامات بقيادة مصالح الأمن الوطني حيث تم توزيع عدد معتبر من الكمامات على المواطنين وتحسيشهم بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماع تفضل خويا هذه الكمامة ضروري الالتزام هذه العملية كتب لها النجاح بفضل انضمام مختلف فعاليات المجتمع المدني بشتى أطيافه نوزع الكمامات على الناس بشد المدنة عيامة العيد رفط المبارك إن شاء الله الناس قاعدت تلتزم بقواعد الحجر الصحي ننخلط في هذه العملة بكل سواعدنا وبكل طاقات شبانية من أجل إيصال لأي مواطن في أي بقعة موجود على أن يرتدي الكمامات وبغرب البلاد انطلقت الحملة الوطنية للكمامات في ظروف جيدة نحن ندير الكمامات الصحية نحن 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 في كروح المسؤولية بالوسط وعي كبير كشفت عنه حملة الكمامات لدى المواطنين على غرار سكنة بومرداس وتزيوزو العاصمة نالت هي الأخرى حصة الأسد من حيث عدد الكمامات الموزعة والمقدرة بمئات الآلاف عشية عيد الفطر العملية مستمرة نظرا لإلزامية ارتداء الكمامة خلال يومي العيد المبارك وبيوهران ترافق سلطات المحلية جميع المستثمرين بالوحدات الصناعية المنتجة للمواد الأولية للمستلزمات الطبية لتفادي الندرة وضمان الوفرة محمد سالمي وحدة صناعية في مجال النسيج الغير المنسوج الطبي بالسنة وهران تراهن على تموين مؤسسات وطنية وبعض المؤسسات الأجنبية بالمادة الأولية لإنتاج الكمامات هذه الأولية أنها تكفي لتحويل 500 مليون كمامة سنوية وكذلك تكلمنا أن هذا النسيج هو يخضع للنظم العالمية بحيث أنه قدرنا أن نصدر هذا المنتوج لأكثر من 40 دولة أجنبية رانا تفاهمنا مع المستثمر باش يعطينا البروديكشون تاعو أنويل وباش نمدوها لكل مؤسسات ليشرووا هذه المصانع يعني مش مصانع كل الكنفكشونير باش يديروا هذه الكمامات وهذه عينة أخرى لمؤسسة صناعية قائمة على إنتاج المستلزمات الطبية صدرنا إلى الصين الصين صدرنا لهم مستلزمات وقائية قبل جائحة الكورونا حاليا وقفنا التصدير لأننا نركز على السوق المحلية وعلى الوطن تحنا أدرك حاليا المهمة تحنا هي توفير الكميات اللازمة للوطن إن شاء الله لمحاربة هذا الفيروس للتذكير فإن هذه المشاريع تندريه ضمن مساء الدولة الرامية إلى الحد من الندرة وتوفير مستلزمات الوقاية كما شرعت ولاية إليزي في عملية واسعة لتوزيع هذه الكمامات على المواطنين بعد تجنود قطاع التكوين وحرفية سياحة وصناعات تقليدية إبراهيم بلخير تزامنا وقرار الحكومة بضرورة حمل الكمامات الواقية جندت ولاية إليزي كل القطاعات المعنية بخياطة وتوزيع هذه الكمامات على كل المواطنين قبل عيد الفتر المبارك توزيع الكمامات العملية نظمتها الولاية بالتنسيق مع الحركة الجمعوية إذن نتمنع إن شاء الله أخواننا المواطنين والمواطنات يلتزموا بهذا الإجراء الوقائي إن شاء الله يكونوا المواطنين في حسن الظن الجمعيات هذا اليوم تبادر إن شاء الله بيش يكون الرسالة انتحة إن شاء الله توصل المجتمع مئة بالمئة ورب يرفع علينا إن شاء الله هذا الوباء وعيد مبارك مسبقا للجميع إن شاء الله ماذا بهم كي يجونا لحالة كما ما تديروا مسافة العمل بناتهم باش حتى واحد ما ينظر ماذا بنا نكملوا رمضان كما بدينا ونعيدوا بصحة ولهنا حرفي السياحة والصناعات التقليدية بالرغم من التزامهم بطلبة الزبائن إلا أن نداء الوطن أجبرهم على المساهمة في خياطة الكمامات بدل الألبسة التقليدية دعما لجهود الدولة في القضاء على فيروس كورونا مساهم هذا صح جادنا في الوقت غير مناسب في الظروف يعني مزيرة خاطرة نحن نخدم ناظر كهذه ويامات ملتزمين مع الناس يسر الحمد لله والزغط مع الجماعة هنا نتوصوك سوى الخياطين سوى التجاري نتوى التجارة حتى نتوى التجارة هم يشراوا الكتان أخنا خدمنا أنا قسمتهم بين الخياطين الوطن هو كلش توسعت العملية حيث أصبح كل ساكنة الولاية الذين يشتغلون في هذا الحقل ينتجون هذه الكمامة باعتبار أنها أصبحت إجبارية للقضاء على هذا الفيروس وزعنا ما يفوق 11.700 كمامة صنع محلي ونرتقب اليوم لتلحقنا 100 ألف كمامة من صيدلية المركزية ويبقى وعي المواطن هو التزامه بالإجراءات الاحترازية العنصر الهام في معادلة القضاء على هذا الوباء وكما تتابعون على المباشرة تلفزيون الجزائري يرافق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية ارزداء الكمامات من خلال يوم مفتوح تم تنظيمه بالمناسبة عبر بث حي ومباشر من الغاشرة صباحا وإلى غاية منتصف الليل بإشراك فواعل المجتمع المدني وخبراء في المجال الصحي والأمني والوقائي كما تابعتم ويرصد التلفزيون مجريات هذه العملية الكبرى عبر محطاته ومراكزه الجهوية عبر مختلف ولايات الوطن وفي سياق ضي صلة بهذا اليوم المفتوح التحسيسي حول أهمية ارزداء الكمامات يحضر معنا النشرة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي السيد دلفي يزيدا سيدي السؤال المطروح هو كيف كانت مجريات العملية على مستوى مقطعتكم الإدارية؟ شكرا سيدتي الكريمة أولا نشكركم على هذه الاستضافة بادي أندي بذأ اسمحوا لي أن أترحم وأن أنحني خشوعا حول خصوص الأرواح التي الأرواح الزكية التي حصدتها ولا حصدها فيروس كورونا أدعو لهم بالمغفرة والرحمة كذلك أوجه تحية من هذا المنبر أوجه تحية تقدير وعرفان إلى الأطقم الطبية والشبه الطبية الموجودة في الصف الأمامي لمواجهة هذا الوباء كما لاحظتم اليوم في الصباحة وتنفيذا لتعليمات السلطات العمومية للبلاد القاضية بتعميم استعمال الكمامات الطبية وإجبارية ارتذائها لمجابهة هذا الوباء أشرفنا على توزيع كمية معتبرة هنا نأخذ المقاطعة الإدارية لحسين داي كنموذج وزعنا قلنا عدد معتبر من الكمامات على بلديات المقاطعة اعتمدنا فيها على نفس المقاربة التي انتهجناها في عمليات التضامنية والتي وجهت إلى المتضررين شريحة المتضررين من وباء كورونا بالإضافة إلى وجهنا هذه العملية إلى الشوارع الساحات العمومية إلى الإدارات والمؤسسات التي تستقضي جمهور وتزامنت ونهار اليوم صب معاشات المتقاعدين على مستوى مراكز البريد والمواصلات بدينا فيها عملية ولاقة استحسان المواطنين الذين كانوا حاضرين خاصة فئة المتقاعدين بالإضافة قلت شريحة شريحة المتضررين لأن هذه الشريحة تعتبر من شريحة المعوزين والمحتاجين وصلنا لها الكمامات إلى الأحياء التي تقطن بها كذلك مست هذه العملية الأحياء ذات الكتافة السكانية أو بما يعرف نعم العالية أو بما يعرف الأحياء الشعبية ضيف إلى ذلك قلنا هذه العملية ستمس كذلك كل كل المواطن ليقدم خدمات عمومية شارك فيها هذه العمليات شارك فيها الهيئات النظامية بطبيعة الحال من أمن وطني ضرق خماية مدنية شاركت فيها فعاليات المجتمع المدني جمعيات أحياء شباب متطوع وكذلك شاركت فيها كل لجان الأحياء أي لجان الأزمة على مستوى البلديات المنشأة في هذا الشأن في الأخير نطمئن المواطنين أن العملية ستستمر لدينا مخزون جد ومعتبر مخزون جد ومعتبر نطمئن المواطنين أنهم بعد العيد إن شاء الله العملية ستستمر عبر كل الأحياء السكانية وننتهج نفس الطريقة في العملية ونحن اتخذنا حسين داي كعينة حول عملية توزيع الكمامات عبر الوطن نعم نعم سيدتي بلدي مقاطعة الإدارية لحسين داي تعتبر دائما رائدة في العمل في عدة مجالات من بينها العمل التطوعي العمل التطوعي لقد تم إدماج عدد معتبر من الجمعيات ونأخذ مثال في هذا المجال على مستوى بلدية محمد بالوزداد لدي حوالي 30 جمعية اندمجت في العمل الجمعوي سمحي لي سيدتي الكريمة علاش هذه الأسباب الأسباب هو منذ يعني هو أن السيد رئيس الجمهورية سيدي نعم سيدي أعتبر عن المقاطعة أشكرك جزيل الشكر على حضوركم وعلى كل هذه التفاصيل تعقد بعد قليل اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدنيا والأوقاف ندوة خاصة بليلة الشك لترقب ثبوت هلال شوال الندوة تبث عبر وسائل الإعلام ابتداء من صلاة المغرب وذلك بدار الإمام بالمحمدية رغم ظروف الحجر الصحي إلى أن العائلات ببشار على غرار باقي الولايات تستعد لإحياء مناسبة عيد الفطر المبارك بتحضير الحلويات وترصيخ مختلف العادات المتعلقة بهذه المناسبة الدينية دنيا نوالي رغم الضرف الصحي الذي تعيشه البلاد جراء تفشي فيروس كورونا تصر العائلات البشارية على استقبال عيد الفطر المبارك بكل عاداته وتقاليده مراكز التجارية من أجل اقتناء الصلاع تحضيرا لهذه المناسبة مع التقييد بإجراء التباعد الاجتماعي عاداته تقاليد المجتمع تابشار في العيد يخدم القاطع لنجد هنا ينقتن السوالح والسلع رأيها كائنة ديسبونيب ومام البري غيزوناب في المنزلي أجواء عائلية خاصة تصنعها تلك المة تحضيرا لحلوى العيد ولمن أراد الالتزام الكلي بالحجر المنزلي فالسيدة بودة صاحبة محل الحلويات تساير المرحلة الآنية بصنع طلبيات الحلوى العصرية منها والتقليدية مع الالتزام بالتوصيل المجاني الوزارة والحكومة قررت أن نبلع المحلات لكن أنا نخدم بالتوصيل طلبيات أو بحلغي بالطلبيات المحل أنا نبلعينه التحذيرات التي حضرناها كانت صعبة ليس سهلة بحكم الشيء اللي لقيناها أنها تنقلي الأماكن التي تقضي بها سوال بصح الحمد لله لم نجد لقينا صعوبة في النقل صعوبة في الشريان مع هذا الحجر الصحي بصح نريد أن نبدل نفسيتنا ونفسيت ولادنا واخوتنا وصغار ودرنا لقاء طول وعيد الفطر يأتي بأجوائه التراثية ليدخل البهجة والسرور على قلوب المسلمين راجين من الله أن يرفع عننا الوباء والبلاء وفرحة العيد لا تكتمل إلا برسم البهجة على محي الأطفال اليتامة حيث قامت مديرية النشاط الاجتماعي وجمعية كافر اليتيم بتوزيع ملابس العيد على هذه الفئة وكذل عائلة المعوزة عمر بعلي ألف ومئة طفل تدخل الفرحة بيوتهم بمناسبة عيد الفطر في مبادرة تضامنية تمثلت في توزيع كسوة العيد لأطفال يتامى ومن عائلات محتاجة في ولاية بومردس وكما ترون نحن عاكفين على تنظيم هذه العملية لإيصال هذه الكسوة كسوة العيد للأطفال حتى وإن كنا في الحجر المنزلي إلا أن كسوة العيد لها يعني أهمية كبرى لدى أو في نفسية الطفل بصفة عامة وإن شاء الله تجد هذه العملية تضامنية صدى وأثر اجتماعي جد وإيجابي في نفوس العائلة المعوزة نتمنى أن المحسن الولاية كما هذه بومردس ما يكونش واحد يكونوا أكثر وشي اللي يعجبني أنا بزاب وولاية بومردس معروفية في هذا الشيء وبإشراف من والي بومردس اتحدت جمعيات ومديريات الولاية على أن تغطي هذه المبادرة 32 بلدية وبالخصوص مناطق الضل منها هذه المبادرة قلت إذن تأتي لإعطاء البسمة لهؤلاء الأطفال وهي من إنجاز عمل تضامن بحث قام به أحد المحسنين بمعية قطاع تضامن والنشاط الاجتماعي وبهذا يبقى التضامن والتأذر التابت الدائمة في المجتمع ومن التقاليد الراصخة في هذه المناسبة تكثف الحملات التضامنية مع زكان مناطق الضل من خلال تزويد ذوية الخصاصة به مختلف المساعدات نوردين بن عبسة هي عملية تضامنية خاصة بعيد الفطر المبارك والقافلة حملت بكل ما تحتاجه العائلة المعوزة بمناطق الضل بقسنطينة إشارة الانطلاق أعطيت نحو أربع بلديات من ذمن إثنتي عشر بلدية ستتواصل بها العمليات لاحقا وهي عبارة عن مواد غذائية مختلفة جادة بها كارم العديد من الصناعيين والتجار والمحسنين وستكون لنا كذلك الفرصة للاستمرار في عمل توزيع الكمامات في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية بلدية مسعود بجري عينة من هذه البلديات المقصودة استفاد من تم إحصاؤهم وسد حاجتهم بكرامة خلال عد الفطر في ظل احترام تدابير الحجر هذه المرة ركزنا على كل الاحتياجات التي يمكن تحتاجها العائلة خلال أي يوم العيد خاصة في ظل إجبارية مواصلة الحجر الصحي وبالتالي المواطن عنده كل ما يحتاجه في المائدة كما وزعت الكمامات بمناطق الظل على المواطنين لإلزامهم على حماية أنفسهم وحماية غيرهم الكمامات التي نوزرها فيهم اليوم قامت بنسجم المؤسسات المصغرة والمجتمع المدني هما سنحب يشاركوا معنا في هذه العملية دواعي الجائحة مكن عديد الأطراف من الانخراط في الشبكة التضامنية وتحقق بذلك التحكم في العمليات ومرافقتها بأكثر نجاعة نختم النشرة بالسهرات الرمضانية التي سطرتها فرقة البسمة للعائلات عبر الأحياء الموعد ظهرت أمس كان في مدينة القليعة هشان بوميدا عن التلفزيون فرقة البسمة حاولت زرع البسمة على وجوه عائلات في بيوتها تطبق الحجر الصحي فكان برنامجها الترفيهي منوعا وموجها لهم في السهرات الرمضانية جولة في ولاية بازا ولاية الجزائر ولاية بليدا حملها تحسيسية ضد فيريس كورونا وعلى بل الأطفال رأهم في المنازل تحم يعني شهرين ونص يعني ما خرجوش ما زوجوش عطلة وإحنا فرقة البسمة نزرع البسمة في وجوه الطفل الجزائري يعني رأنا نعمل المحافلات قدام من المنازل التحم يعني في العمارات يشوفونا من البالكون يا أطفال يا عائلات أحترموا الحجر الصحي بقى في دياركم لأن الحجر الصحي واجب علينا كامل وإحنا كفرقة رأنا ندور في جميع الأحياء والولايات والبلديات وليما زل ما جينا وشنقول لهم نقعدوا في دياركم وشروفاتها لتتابع عروضا تكسر روتين حجرهم الصحي وصلنا إلى ختام النشر العنوين الإلكتروني والتلفزيون الجزائري تبقى مشاهدين في خدمتكم الصحاب دوركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة